بسم الله الرحمن الرحيم الحقبة ما الحقبة وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالغارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرتا وتعيها أذن واعيا فإذا مفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون زراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاؤنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أغسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم